هرباً من الموت إلى أحضان موت جديد هذا ما ينطقه المثل الشعبي الجاب ركع المر غير الأمر منا وتلك مراكب المهاجرين غير الشرعيين الذين يستقبلون البحار والمحيطات بيأس وفقدان أمل بعد أن ضاقت بهم الحال في بلادهم ومن العراق كان لمئات المهاجرين منه حكايات مع الموت والعذاب ومجدداً بعد إعلان قوات خفر السواحل في اليونان أن خمسين شخصاً اعتبروا في عداد المفقودين في حادث غرق مركب مهاجرين في بحر إيجا وكالة فرانس بريأس نقلت عن مسؤول في الجهاز الإعلامي لخفر السواحل اليوناني أن المركب كان يضم مهاجرين من العراق وإيران وأفغانستان وفق شهادات الناجين وهذا المشهد ليس بالجديد فالسابقة المفجعة لعراقيين حاولوا عبور حدود بيلاروسيا ولتوانيا قبل أن تعيد السلطات العراقية معظمهم إلى ديارهم سالمين لكن القصة لم تنتهي فنية الهجرة موجودة لدى الآلاف مما رأوا أن العراق لم يصل إلى حقيقة الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي والقضاء التام على خلايا الإرهاب الذهاب إلى الموت بإرادة المهاجرين قناع مؤكدة ليست مقتصرة على الشباب أو النساء أعداد هائلة تفكر بالهجرة من تكرار أزمات السياسة والأمن نهيك عن فقدان فرص العمل وارتفاع نسب الفقر والبطالة ترجمة نانسي قنقر